أريد أن أقول لكم على الدراسة يقول لك أنه سألوا عدد كبير من المراهقين ولقوا أنه أكتر حاجة بتسعد الولاد بتخليهم سعداء هي أنهم يشوفوا علاقة سعيدة بين الأب والأب طبعا يا دي أكتر حاجة بترفع معدلات سعدتهم ويرى العجب يعني ممكن كتير ناس بتقول لك ابني ده جبلها ده ما بيحسش هو حاسس بنا هو أخذ باله ده بدول اليوم بره ده مش حيش معنا بس الحقيقة أنه لا مش حقيقي أنه الولاد يمكن في كل المراحل العمرية أكتر حاجة تبهجهم وتسعدهم هي أن الأب والأم يكونوا سعداء ويشوفوا هذه السعادة متجسدة في البيت الكلام ده طبعا موجه بشكل أساسي للستات لأن الأميات طول وقت يبحثوا عن سعادة أبنائهم طبعا دي أولويتنا نقول لها لا زوجهم وأبنائهم اللي أنت بقى متعرفوش أنك لن بتبقي سعيدة مع أبو الولاد اللي هو جوزك حبيبك أسعدتهم يبقى أنت بتسعديهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر